فرع الاتحاد الرياضي بالحسكة مشروع حبة أمل سوريا الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والذي يقوم بتدريبهم على عدد من الألعاب الرياضية المشروع عبارة عن مبادرة شبابية هدفها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بشكل جيد بغية تشكيل فريقا لذوي الاحتياجات الخاصة قادر على المشاركة في بطولات الأولمبياد هي فكرة مبادرة شبابية تم التنسيق بين ملف ذوي الاحتياجات والمبادرات الشبابية والاتحاد الرياضي طبعا تشمل نهارين بالصالة الرياضية لعدد ألعاب وعندنا نهارين بمركز بيت الكل لتشمل تنمية فكرية تعليم أشغال غاية من المشروع كانت هي إيجاد فرق لذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في بطولة الأولمبياد المشروع كان يقسم لقسمين هو المشروع الرياضي اللي كان ضمن أرضي الصالة الرياضية والفكرة الثانية هي الدعم النفسي اللي كان عم يتم بالجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مركز بيت الكل الدورة لدوي الاحتياجات الخاصة ابتدأت من 11 وقمنا بها الدورة التدريب لليعبة الريشاء الطائرة والأطفال استفادوا يعني ممتاز أقدر أقول لك دورها هو عمل إنساني طبعا قبل كل شيء ونحن جمعناهن ويارد يزيد عدد أكثر بس لكي نطلع من الحالات اللي هنا فيها وساعدتهم كثير يتهمنا لأننا كثير مبسوطين معاهم وضلنا هذا المشروع تم تأهيل 27 مستفيدا منه وتم تدريبهم على مجموعة من الألعاب الرياضية إضافة إلى تأهيلهم فكريا من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والأشغال التي جرى تنفيذها في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية